موسيقى حياكم الله ملفنا اليوم طبعا هو ملف لطبقة عاملة للأسف تكون مهمشة وغير معترف بها في السوق العامل مع ذلك ما ينتج العاملون في هذا القطاع من سلع وخدمات في الاقتصاد يبقى له أثر وأهمية على الرغم من التأثيرات والنعكاسات السلبية الأخرى الناتجة عن تضخم هذه الفئة وتأثيرها على القطاعات الأسبية لكن شبيث هاي الناس غير اللجوء هو إلى باب الرزر هذا بغياب فرص العمل أيضا من الدول المكفولة بها هؤلاء العمال نواجههم أيضا في أسواق العمل تقريبا الشورجة أصحاب البسطيات وعلوة جميلة هم يدفعون عربين مناطق أخرى بعيدة أيضا تقريبا عن الأضواء وعن الرقابة وذولا غالبيتهم للنساء والأطفال اللي يدامون تقريبا اطناع الساعة وبأجر كلش بسيطة عن عمال هذه القطاع المظلوم عن العاملين بالزراعة عن الصناعة عن التجار عن المشمولين أو غير المشمولين بحماية الشرعية أو الاجتماعية أو الضمان الصحي بالأقل هذا رح يدور حوارنا في دائرة السلطوية وضيوفنا وأصحاب القرار خلينا نشوفوا التقرير ونرجع تبقى قضية قطاع العمل غير المنظم في العراق معضلة تستحق الوقوف عندها لكونها تشغل حيزا كبيرا من إجمالين ناتج المحلية كما يعمل تحت مضلتها عدد كبير من المشتغلين لحسابهم أو لحساب الغير والذين تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أعدادهم بحدود الخمسة مليون عمل في حين يقدرها المعنيون بهذا الشأن بما يقرب من السبع مليون وبعيدا عن التقديرات والأرقام فإن عمال هذا القطاع يتوزعون بشكل رئيسي على ثلاث شرائح هي أولا الأنشطة الهامشية أو طفيلية في قطاع الخدمات مثل الباع المتجولين وماسحي الأحذية وباعي الصحف والحمالين وسائقي السيارات وإلى آخره وتتم ممارسة هذه الأنشطة بصفة مؤقتة أو دائمة بما يكفل الحد الأدنى من المعيشة ثانيا الأنشطة الانتاجية الصغيرة التي يمكن بتأهيلها ودعمها أن تصبح نقطة انطلاق لأعمال أكبر وأكثر انتاجية كالمهن الحرفية مثل الميكانيك والكهربائي وأصحاب برش النجارة والحدادة وتمثل الشريحتين الأولى والثانية جانب القطاع غير المنظم من الاقتصاد غير الرسمي ثالثا هناك الجانب الأسود من قطاع هذا العمل والذي لا نريد أن ندخل في تفاصيله لأنه سيدخلنا إلى أنشطة غير مشروعة والمشكلة التي نريد أن نناقشها اليوم مع ضيوفنا المختصين هي ذلك الإرباك الحاصل في سوق العمل ما بين عرض العمل والطلب على اليد العاملة وتزايد حجم هذه الشريحة بسبب ضعف قدرة الاقتصاد العراقي على خلق فرص عمل تكفي لطالبي العمل والتوظيف وغياب الحماية والرعاية الاجتماعية لهم حياكم الله من جيد وأشكر الزميلة رشال هيت على قراءة التقرير اللي يتحدث عن قطاع يسمونه في سوق العمل قطاع العمل غير المنظم وعن عمار أيضا عن عمار يفتقدون الحماية الاجتماعية ويعملون في بيئات عمل محفوفة بالمخاطر إضافة إلى كونهم أيضا عرضة في أي وقت لفقدان القدرة على العمل بسبب البيئة الغير آمنة في عملهم والتي أيضا تفتقر في أغلب الأحيان إلى أبسط معايير السلامة قبل ما أدخل بهذا الملف أيضا بدي أن أنوه أن حق الرد مكفول وأن الأرقام موجودة أسفل الشاشة للتواصل أيضا نرحب بجميع المتصين وأبدأ حواري مع الأستاذ عدنان الصفار الأمين العام لاتحاد نقابة الأممال في العراق حياك الله في دائرة السلطة أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لك وشكرا لقناة التغيير على هذه الاستضافة حياك الله أستاذ عدنان يعني خلي تكون بدايتنا حول تأثيرات الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية الحاصلة بالبلد يعني المورود هذا السلبي على حياة الناس بشكل عام على العاملين في القطاع غير المنظم يعني اللي تزداد يوم بعد آخر من دون وضع حلول ناجع المشاكل هذه أيضا تضاف إلى أزمة البلد أزمة بطالة فقر ونعدام فرص العمل تفضل حقيقة هذه المشكلة أو مشكلة العاملين في القطاع غير المنظم سواء كانوا مشاريع صغيرة أو أفراد هم يعانون من مشاكل غير قليلة بسبب أساسا قلة فرص العمل المنظم سواء في القطاع الخاص أو المختلط أو العام فيضطرون اضطرانا وللأجل حياة تقدر قيمة الإنسان يضطرون على اللجوء إلى العمل غير المنظم كما ذكر التقرير هناك ما لا يقل عن خمسة ملايين إنسان يعملون في هذا القطاع بمختلف المهن أهم ما يتعرض لهؤلاء العاملين هو عدم موجود ضمان حقيقي لحاضرهم ومستقبلهم أي هل يستطيعون أن يوفرون قوت يومهم أما إذا نحسب على المستقبل فمع الأسف لأنهم غير مشمولين لا بقانون العمل ولا قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رغم أنه الدستور يؤكد أنه لابد من ضمان حياة الإنسان العراقي لكن مع الأسف بسبب الأوضاع الاقتصادية المتزايدة يوم بعد آخر فبالتالي هناك أزمات تجعل البطالة والمتعطلين عن العمل ذكر التقرير أن هؤلاء الشباب في مهن بسيطة لكن نسبة غير قليلة منهم يحملون شهادات سواء أعدادية أو جامعية واحتمال أكثر لكن فرص العمل المنظمة الحقيقية من أجل ضمان حياتهم لا تتوفر بالشكل الصحيح نعم إذا نتكلم وتكلمت أيضا جنابك عن الدستور الإراقي يقول أن حق الإنسان العراقي أيضا يعني إيجاد فرص عمل وغيرها لكن ومستقبله اليوم لو نتابع إحنا جميع الشرائح الموجودة خاصة الشباب طلعوا في تظاهرات المطالبة بحقهم هاي الشريحة العمالية اليوم اللي يبلغ عددها خمسة ملايين وين كيف لها هذا الدستور إذا نتكلم عن دستور عراقي إذا نتكلم عن قطاع عن فئات وأيضا جدت زمن هذا الكورونا أطفال عراقين حتى داي يخرجون حتى أصبحوا معيل أساسي الأهلهم صاد عدنا نعم عفوا صدت قطاع سمعتني اللي فهمت من سؤالك صحيح الدستور أكل كما ذكرت وإكدنا لكن مخططية السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجهات المسؤولة ما زال احنا اقتصادنا مع الأسف اقتصاد ريعي معتمد على واردات النفط هناك منشآت صناعية كبرى في القطاع العام احنا بالعكس نشوف انه هناك تراجع كبير في هذه المنشآت هناك 196 منشآت صناعية في مختلف الوزارات نشوف انه قاعد تغلق عكس ما ما ففروض تعاد للحياة وتعمل بشكل كامل لكي تبني مستقبل اقتصادي صحيح والسليم القطاع الخاص رغم انه الدستور ايضا يؤكد على دعم القطاع الخاص لكن هل هو فعلا مدعوم وطنيا بالعكس هناك الاستيراد العشوائي الغيء والمفتوح لكل ومختلف البضائع على حساب الصناعي الوطني فبالتالي لا احنا دعمين القطاع الخاص لكي ينهض ولا القطاع العام نحافظ عليه فبالتالي اعداد الشباب المتزائدة يوم بعد يوم يعني اخر احصائي وزارة التخصيص انه مستوى خط الفقر وصل الى 30% يعني ما يقالب عشرة ملايين انسان اما ذا الريد نتحدث ما اتعرض الى العاملين بالقطاع الخاص او القطاع غير المنظم وبالاخص كان تجربة جائحة كورونا وما زالت فهذه مصيبة كبرى حقيقة تحتاج الى تفاصيل غير قليلة بسبب الاهمال وعدم التخطيط وعدم بناء اقتصاد حقيقي من اجل انتقال البلد من الاقتصاد ريعي الى اقتصاد وطني قادر على ايجاد فرص العمل لشبابه وكما ذكرتي انه الشباب اللي طلع بالانتفاضة هو اساسا للبحث عن العمل من اجل ان يكون الى حق المواطنة في هذا البلد من يرفع شئال اريد وطن وريد وطن مو بس بالاسم وانما اريد وطن العمل والحياة الحرة الكريمة والعمل اللائق التي تليق بالانسان العراقي نعم استاذ عدنان خليني اشرك استاذ عبدالحسن الزياد عضو مجلس ادارة رجال العمل العراقي مرحبا بك سيد الزياد يعني عنوان حلقتنا اليوم وبرنامجناه في قطاع العمل العراقي عمال لكن مهمشون استمعنا الى السيد الصفار القطاع اليوم غير منظم لا حماية لا ضمان اجتماعي لا صحي شلون ننتظر لهذا العنوان وشلون ايضا كأنتم اتحاد تدافعون على هذه الشريحة المظلومة حتى تقدرون تنصفوهم تفضل سيد زياد تحياتي تحياتي الي يكون ضيطة الاخ العجيب الحقيقة العراق كان من الجود السباقة بحلول متألف الحمالة في هذا البلد حيث سنة ال56 افضر اول قانون للضمان الاجتماعي للعاملين في العراق وهذا القانون كان ما موجود في دول المنطقة أموما يعني كل المنطقة ما بيها هيش قانون ولا بيها هيش نظام ولا بيها هيش جولة كانت تتفكر بحماية مواطنها وفعلا استمر هذا القانون واستمر الضمان الاجتماعي للعمال واستمر حماية العامل وبنفس الوقت في ذات الوقت وياها كانت هنا كدورات لتدريب العاملين ذاك الوقت تعصيل التعليم شامش وهي مقوي أيضا دخل الأجهزة في الدولة وبدأت التدرب وبدأت تعد مراكز تدريب للعاملين اللي هم القطاع الغير منظم أساسا حتى يتحول إلى قطاع منظم واستمرت الحملية هذه وسنة واحد وستفيد أيضا حجر القانون في رقم تسعة وثلاثين للناس وحزت عليها تعديلات وتوسعت وإذا كان هناك أيضا حتى قانون حتى محاكم بالعمل حتى تحكم بين رب العمل وقطاع العاملين وكانت الدولة العراقية من الدول اللي تهتم بالعمالة وتحاول تجمعها وتجمع مواردها حتى تستفاد الدولة وبنفس الوقت تستفاد العامل العراقي لكن احنا فوجئنا مع مرور الزمن وبعد الثاني والثلاثة ترهت الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل والدولة احتمدت لأنه هي الحقيقة موقت هذه الدولة بعد الـ 58 من سيطرت حنف وبدأت شوية أخذت حلت بعض المشاريع الاقتصادية جاوزت على القطاع الخاص خاصة بعد محل مجلس العمار البلد أصبح في ضياء استولت عليه قطاع الموظفين وقطاع الدولة لما استولى عليه قطاع الدولة ضعف هذا القطاع سيد الزياد سيد الزياد يعني نتكلم بعد 2003 مشاريع أيضا كانت استهلاكية شاهدها العراق هاي أصبح أقبال عليهم كرؤوس أموال محدود الاستثمار هذه المشاريع يعني تقدر توظف لأي ناس أيضا عدنا شراح نتكلم عن 5 مليون أو أكثر ما عدا اللي ممسجلين أيضا بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي الحقيقة بعد 2003 كان المفروض على الدولة وكانت توجه كامل ونضمها إلى القطاع العاملين اللي هم وعددهم يفوق الخمسة خمسة مليون مثل ما ذكر الزياد السابق وتوصل لهم الضمانة وتلزم أرباب العمل وتلزم الدولة بتشغيلهم بشغل شغل منظم تعرفين كل دول العالم الآن ما تحتاج عمال موظفين أو عمال حشوائيين إلا تدخلهم دورة لمدة ثلاثة شهر أو ستة شهر أهله وتنزل سوق العمل هذا اللي وتويل الضمانات وتحدد لراسبة حتى يكون مضمون من كل الصدق يعني عنده تأمين صحي عنده ضمان صحي عنده ضمان هذا عنده تقاعد واستقبلا لكن مع الأسف اللي حصل بالعراق بعد 2004 الدولة استولت على البترون وبدأت متفكر بالمواطن العراقي الحقيقة تقضت النقص قاموا واصلوا على حسابهم تووا رواتب خاصة للمسؤولين بالدولة العراقية وللبرلمان وللمؤسسات التي استهمهم وتركوا المؤسسات الاقتصادية وتركوا الطابقة الشغيلة العاملة اللي ممكن أن هي اللي يشتغل بها البلد وهي اللي توصر الحصانة والثروة للبلد الآن البلد أصبحت هذه الآلية اللي نحن بيها اليوم يعني وصلا ما عندي يتدد رواتب وأصبح كل أمور تعبانة نعم سيد زادي أرجع أنت قوياي أرجع لسيدة الصفار استمعنا أيضا إلى السيدة زيادي بأتي قادة أيضا الأسباب اللي أدت إلى تنامي الاقتصاد غير الرسمي بالعراق اليوم ضعف رواتب تأخر موازنات تضخم ارتفاع مستويات الفقر يقابلها أيضا ارتفاع بالأسعار هاي التكاليف كلها أستاذ زيادي يعني عنوان مبرمج لعراق يعني إذا تكلمنا عن 5 مليون بعد هذه الأزمة تعتقد أيضا إذا ما كوا حلول نعم سيد الصفار تسمعني عفوا لسيد الصفار سيد زيادي سيد نعم سيدة العزيزة العاملين العاملين بالقطاع الخاص ترى حالهم حال عاملين بالقطاع غير المنظم موضوع الضمان الاجتماعي مع الأسف أغلبية الشركات والورش والمعامل بالقطاع الخاص لا تعمل على ضمان حقوق العاملين هل يعقل أن العاملين بالقطاع الخاص ما يقارب 6 ملايين الآن فقط 250 ألف عامل عراقي متسجل في دائرة التقاد والضمان الاجتماعي للعمال ما معناه أنه هناك أيضا حتى بالقطاع الخاص قصور في شمول العمال بالضمان الاجتماعي ولذلك العمالة العراقية من تضطر تلتج إلى القطاع العام لأنه أكثر ضمانة وأكثر شمولية بالحقوق نعم لو كانت هناك شركات عاملة بالقطاع الخاص حقيقية وتضمن حياة الإنسان بالتأكيد سوف تلجأ إلها بناء الاقتصاد الوطني مبني على التعاون والمشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص القطاع العام إلى دور إلى بعد اجتماع كبير لا يمكن التخلي عنه وأي تهمة تنسب إلى القطاع العام ما هي خطأ هناك سوء إدارة نعم لكن القطاع العام إلى يعني الآن الصحة والتعليم والمرفقات الأخرى ونشوف الفرق أصبح يتكلف المواطن العادي بسبب سوء الخدمات بالقطاع العام هل يعني القطاع العام غير لا بالأكس إذا نتكلم عن قطاع عام أو خاص نفس نفس التنسيقة بس اليوم يعني إغراق الأسواق اليوم الدكاكين البسطيات الصغيرة الدلالات النوافذ الناجحة يعني هاي شوكت رح تختفي بالكامل إذا إحنا اليوم أرصفة العراق نتكلم عن بغداد عن المحافظات كلها بسطات سيد الصراف بتقديرك إذا ماكو موازنة إذا قطاع خاص أو قطاع حكومي ماكو معادلة إلها الموجودين الآن بسطيات وأعمال أخرى هذا مضطر العمل بهذه الطريقة يعاني من الحر والبرودة والخطورة الطريق والخطورة التواجد والبلدية ومضطر من أجل لقمة العيش نعم ضمان اجتماعي ما متوفر له رغم مطالباتنا الغير قليلة بإيجاد مواد قانونية في قانون الضمان الاجتماعي نكر الأخي الزيهادي أنه قانون الضمان من عام 1971 مع متغيرات الحياة أيضا هنا قرار من مجلس وزراء يعتبر الموقع العمل الذي يشغل عامل واحد هو مشمول بالضمان لكن أين المنشآت والمعامل التي تؤكد على ضمان العمال العاملين لديهم هذا هناك قصور في القطار ولذلك نتمنى أن يتحول القطار غير منظم إلى منظم حماية للعاملين أصلا طيب وبالتالي لما ينشملون بالضمان الاجتماعي وضوء قانون ضمان الاجتماعي العامل يدفع 5% من راتب الشهري ورب العمل يدفع 12% هنا لابد من تدخل الدولة بدفع مبلغ معين بدل صاحب العمل للعاملين في القطار غير المنظم لكي تسهل ليش بالعراق يعني الضمان الاجتماعي ليش بالعراق إلى احنا من قريب 1971 خلي اوجه السؤال للسيد الزياد سيد الزياد استمعنا أيضا إلى سيد الصفار من 1971 انه ضمان الاجتماعي مقر في العراق ارجع التقرير نقل ما جاوبني اشار إلى معادلة مختلفة بالسوق العمل بين عرض العمل والطلب على اليد العاملة ضعف القدرة الاقتصاد المحلي باستيعاب هذه اليد العاملة هاي معظلة يعني منو يحلها باعتقادك وزارة عمل منظمات مسؤولة الحكومة التشريعات البرلمان إذا احنا إلى حد الآن ضمان اجتماعي وتأمين صحي مقاري بالحقيقة شوفي كل دول العالم غادرت المركزية يعني حتى الدول الاشتراكية هي غادرت المركزية وغادرت دولة في كل شيء القطاح الخاص هو ينظم عملية الحمل بين رب العمل وبين عاملين هند لأنه الدولة تلزم القطاح الخاص أو رب العمل بالقطاع الخاص لتطبيق القوانين من خلال اجهزتها وتبتيجها ورقابتها والقوانين اللي تفرضها على رب العمل الآن بالعراق الدولة دخلت في كل شيء الدولة هي رب عمل وهي رب عمل فاشل وعديا هذه متعلة إذا ما يكون القطاع الخاص هو إلى الدور الرئيسي بالعمل والدولة تقعد كمنظم ما رح تنجح الحياة بالعراق هذا سبب فشله يعني الآن سبب فشله الحياة بالعراق هو تدخل الدولة في كل المشاريع وفي كل الفرص هذه ضيعت على العراقيين ضيعت كل الفرص لأنه دائما في القطاع الخاص هو يهتم مثل ويدبر ويدبر أمور ويدير حيات ويدير حياة العاملين معه ويحسب حسابات عند حسابات دقيقة أي رب عمل اليوم إذا عنده مقينة وإذا عنده ميت مقينة ويحسب حسابات بضبوطة إذا عنده مزرعة إذا عنده حقل دواجين إذا عنده محطة أبقار إذا عنده بقر فين هم يحسب الشراج لكن الحكومة ما تحسب هذا ما عنده هاي حسابات الحكومة يعني تاهة الوضع يعدهم تاهة ولذلك فشلت وفشلت الدولة وفشلت القفطاع الخاص بكاملة وفشلت الحياة بالبلد يعني البلد اللي ميت بجروات شنو مطيرة يعني هاي نتيجة الفشل يعني الدولة لازم تحيد نظرها وتبدي بالجديد أولا تبدي بدعم القفطاع الخاص حتى القفطاع الخاص لماذا دائما احنا كقطاع خاص أو حتى حكومي في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان إذا نتكلم عن قطاع خاص بعدني ما بديت ستال ستال تسمعني ستال زيادي اي اتمعي تمام اليوم الظاهرة سلبية إذا نتكلم عن قطاع خاص أو حكومي دائما عندنا الشماعة الميزانية الاقتصاد العراقي دائما نتكلم العمال غير مضمونين ما مشمولين بإجراءات دائما احتساب الراتب تقاعدي هاي المشاكل الأساسية نخليها قبل ما نحسب أي حزاب بالنسبة ما وصلنا إن مشروع لسن قانون جديد تحت رقم 971 على ما أعتقد يعني هذا القانون شنو مطلوب القانون شنو بالضبط 971 هذا القانون يوازي أيضا قانون تقاعد الحكومة دائما نتكلم عن المواطنين هو الحقيقة عامية ما متأكد بس أكوهيش قانون أنه هذا يشمح التقاعد العاملين يعني ينظم عملية التقاعد العاملين وهي هذا صريقة صحيحة بالعالم أنه سواء موظف أو عامل أو مطلوب أو تايق تفي تقطع من عنده أجور سنوية لقاء الضمانة هو التقاعد اللي يحصل عليه حالة حال كل دول العالم لكن مع الأسر قتلت آني أم أرجع وأقول الدولة بعد الثاني وثلاثة يعني السلمة تكلوث النخوط وما سوى تشيل البلد ولا سوى تشيل العاملين ولا سوى تشيل للناس حتى تخدمهم مشكلة مشكلة إدارة الدولة فاشلة إدارة حدنى فاشلة أو الفساد أقوى من عندها يعني هذا الفساد الفساد هذا يعني بحث آخر طيب سيد الزياد سيد الصفار أرجو أن تبقون ويانا خلينا شوفوا ستطلع شباب جاهز تمام ثالث متوسط أشتغل عمال من عام 2016 حمال البضاء من سبيل المعيشة هذا عراقش كفر وما بي فلوس هذا هي نجيان يوميتنا 5000 دينار في سبيل المعيشة والله مستقبل أنا طالب ثالث متوسط وقت الدوام للظهر بالمدرسة من الظهر للمغرف فيهم بالشعر سبيل أشتغل 5 دينار أخذ بهم علاقة للبيت والله يا أخي مستقبل العراق ما بي مستقبل لأننا عيشتنا من الصبح للليل كل شيء ما مستفاد تشتغل تنطي للإيجار والبيت كل شيء بالعراق أبد ما بي خير هذا صار تقريبا 20 سنة أزيد أنا هذا الشغلي بصل أزيب نظف وكل شيء ما كل شيء ما مستفادي أينكم استقبل بالعراق رب الحلو ما أكو ما أكو أقول لهم حامي وحرامي أقول لهم العالم ما عدا رواتب وما عدا هذا يرزق الناس على الناس رزق الكل على الله ما أكو فلوس ما أكو يا خالي شو يوم على يوم جاد يضعف الشغور ويضعف العيام شغلنا جاد يعني هسا بلايام حاليا وقتنا ضعف شغلنا يعني هلسا الحاليا ما أكو بعد عشتنا صار الصعب يعني شوف التسوب حال السوب يعني وضعنا فدنا بتعب يعني لاكو لا تعينات لا وظيفة لا فد شيء يعني هالكاسبين الله يساعدوا الماء عنده هسا الفقير حال الله يساعد حال تتعبونا فدنا على هالحكومة الجديدة بركة الله شوية استقرار شوية توضيع حسنة شغل بك هتعمل هو القرار بينيصر شغل حركة بالسوق شوية العالم تتطور بس المشكلة التعينات ماكو وظيفات ماكو كل شيء ماكو السوق ميت رواتب بس العالم أكتري نحن عايش على رواتب رواتب عالم ما مستلم يعني لو يطن الموظفين للمتقاعدين حركة بالسوق حركة بالشغل كأخال أهلا بكم من جديد وأيضا أرحب بضيفي الأستاذ عدن الصفر الإيمين العام لاتحاد نقابة العمال والأستاذ عبد الحسن الزياد يعضو مجلس إدارة رجال العمال حياكم الله في دائرة السلطة يعني استمعنا لستطلاع سيد الصفر ماكو فلوس ماكو رواتب ماكو وظيفة وعدد أيضا عمال كقطاع خاص وغيرها حتى أجور كساعات مفتوحة لهم أكثر من طنع الساعة ماكو أنصف من المسؤول كإدارة ملفات كإدارة دولة كوزارة عمل كأي وزارة وبالفعل مثل ما قال السيد الزياد كملفات فساد موجودة في كل وزارة موجودة لكن يوم المواطن هو الضحية تفضل صحيح هناك مسؤولية أساسية تتحملها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا قانون عمل رقم سبعة وثلاثين لسنة الفين وخمستاش يعتبر من أرقى قوانين العمل في المنطقة العربية لكن من ينفذ هذا القانون وزارة العمل مع الأسف عاجزة ومتخلفة في تنفيذ هذا القانون قانون العمل يضمن حقوق العمال في كافة مجالات العمل إضافة ومكمل له قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وهذا يطلب تعاون وزارة العمل مع النقابات والاتحادات العمالية من عجل تطبيق قانون العمل ساعات العمل الآن أصبحت مفتوحة بسبب الظلم اللي ديقع على العاملين هناك تهديد آخر حتى للقطاع غير المنظم العمالة الأجنبية المستوردة ومع الأسف وصل عددها ما يقارب سبعمية وخمسين ألف عامل الأجنبي حتى هؤلاء يتعرضون إلى الطهاد يعمل أكثر من 15 إلى 20 ساعة بإجور بسيطة غير خاضع لقانون العمل غير خاضع لقانون ظل فأصبح منافس للعمالة العراقية بشكل غير شرعي نحن نسنا ضد العمال الجانب لكن يتون بمهارات فنية تخدم المجتمع العراقي نحن مهارات ما عندنا فريجين على الأرصفة عندنا مهارات وعندنا شباب أيضا ليش ما عندنا مهارات إذا نجيب بالآلاف شركات ننشغلهم نعم المهارة الماء المهارة العراقي العامل العراقي في كل المجالات بما في التكنولوجيا الحديثة هناك هناك إمكانيات غير قليلة للعامل العراقي لكن لأنه عيدي عاملة رخيصة على حساب العمالة العراقية وعدم وجود ضوابط والتزامات حقيقية ليصير تسريب هؤلاء العمالة الأجنبية وما أن العراقيين قدرة وإمكانية غير قليلة وبالتالي الخريجي الجامعات وينده يروحون يروحون على البسطيات وعلى المهن الحرة صحيح الأغلبية يطالبون بالوظيفة الحكومية لما احترام اللي رأي الأستاذ الزياد أصبحت طلب القطاع العام عام ولغم أنه الآن ما على الأسب سوء الإدارة وسوء التخطيط وسوء السياسة وصلت القطاع العام إلى هذه الحالة نعم طيب أرجع رواتب لحد الآن ما نعم سيد زياد تسمعني أتمن أتمن مواضح ممكن صوت شوية أفوق طيب تسمعني الآن الاستطلاع في الشارع العراقي قال رزق الناس عن ناس يعني ذولا أكون ناس أيضا محكومين اليوم حجر وكورونا وقلة الناس بسبب التبضع وتداول مع البضاء زين من يعيش المواطن لو هناك أيضا استثمار في القطاع الخاص هل ممكن انتشار هاي الشريحة اللي تتجاوز خمس ملايين توصل للسبعة ريد إضاحة أكثر من عندك أيضا سيد الزيادي ومثل ما استمعنا إلى السيد الصفار الأيدي العاملة الأجنبية اشتاحت العراق زين إحنا الشبابنا ما عدوا شغل ريد نقار نفسنا بدول الخليج أنه عدوا أيدي عاملة أجنبية لكن عدوا رواتب عدوا ميزانية عدوا تأمين عدوا ضمان اجتماعي احنا شعدنا الحقيقة المشكلة كيف نرجع على نفس المرور الإدارة الإدارة العراقية غير كهو لازم نرجع إلى مؤسسات القطاع الخاص لازم نبني قطاع أحنا الآن هذه جانحة كرونة الحقيقة أدت البلد وأدت العالم كلها والعراق من ضمنها وقراءة بالعراق كل شي تأذر لأنهم تبقين هم مواردهم مثل مغرفية على تسوق وعلى غواتب وعلى حركة الاقتصادية بالبلد وهذه الحركة الاقتصادية الآن نشلت وذول أيضا نشلوا وهي هاي الحركة اللي ممكن أن شوية أفضل أن يحصلون يحصلون رزقهم اليوم أصبح العمل كل طعب والحياة كل الشافة بعد كرونة يعني العالم عادة تحسب خسابات جديدة طرق جديدة عمل محلي يعني الآن العالم كله يهتم بالعمل المحلي يعني الدول بدأ تهتم شغل مواطنيها شغل شعبها شغل تبدأ حتى توقف الاستيراد عن بلدها احنا بلدنا الآن هو مسروح على الاستيراد صحيح كل المواد اللي عدنا مستوردة وكل البضايا اللي عدنا مستوردة احنا لازم أرجع وأقول لبني صناعة وزراعة ومشاريع اقتصادية ومؤسسات وبنو عراقية صرفة يعني احنا عدنا فيما قال الآن عدنا 750 ألف وأكثر عامل اجنبي بين اللي يعملون بالقطاع النفطي القطاع الشريان الرئيسي المهم بالقطاع النفطي والقطاع الذول الأجانب اللي يجوا دخلوا لأنه من بلدان جوعانة يشتغلون بأقل كلفة من العامل العراقي وهذول الناس أيضا لازم موحث يمرونهم ويتاول الأمور يعني كان المفروض العراقيين يكون لهم الدور الأفضل في هذا العمل لأنه يبدون يديرون وعمل بسيط برأيك سيد الزياذي إيش وقت هاي التشريعات إذا نتكلم إحنا من 1971 إلى حد اليوم راح ندخل 2021 تشريعات هاي شوقت الصب في خدمة المواطن إذا نتكلم عن فئات يعني اليوم الشوارع الشوارع بالعراق اليوم الأطفال من عمر ثمان سنوات إلى الشايب النساء على الأرصفة إحنا عاجلين إحنا الآن لنتكلم ونحكي بالإعلام وذكر للطرق لينها لكن دولة ما تسمع حكومة ما تسمع حكومة ارتفع عينها وقرائبهم ومطالحهم والناس اللي ينتخبوهم والناس اللي ينتخبوهم عينهم وظفين في هذه الدولة وبدوا يقوم هما ويقوم انقصرها الدولة على موزم رواتب وعمل حتى المشاريع العمل هما كان يحظوها يحظوها القيادات والسياسيين والأحزاب والمؤسسات اللي اللي تخص المجامع اللي يجوا من خارج البلد وستولوا على البلد بطريقة غير الخير تحتبرها كرعية وبقوا الناس الآخرين كاتل المجوعة لازم تعاد وجهة النظر لازم يصير بالبلد يرجع الى أهل الحقيقيين اللي هم أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا البلد الآن إدارة دولة حتى يخدمون أهل البلد يعني مع الأسف يعني بعض الأوقات في واحدة يعني تطلع الأمور من عندها لكن المشكلة يعني مشكلة عطيبة إحنا دللاحظها المشكلة الآن بالبلد يعني مشكلة صعبة مشكلة حين صعبة وصولة نبعها يقاط الرواطب يعني الناس بدأ تشعر بالجوع الحقيقي والجوع الحقيقي بدأ علماً إن إحنا عدنا موارد هائلة موارد فائلة لو شغلنا القطاع الخاص واستخدمنا طرق الحسار عن اقتصاد زين أكو نقطة سيد زياد طيب أكو نقطة خليني أتكلم عليه بس أتجه إلى السيد السفار وأرجع لك يعني سيد السفار اليوم عدنا شغلات مضحكة مبكية في العراق بالنسبة إلى احتساب الأجور بالنسبة الموظفين وأنت كاتحاد نقابة العمال العراق برأيك يعني الأجور رح تكون منصفة إذا سوينا ضمان اجتماعي تأمين صحي مع الأسف موظوعة الأجور بالعراق غير لا تلتزم بها الجهات المنفذة ابتداء من القطاع العام هناك قرار لمجلس الوزراء يؤكد أنه الحد الأدنى للأجور 350 ألف دينار شهريا لا القطاع العام يلتزم ولا القطاع الخاص يلتزم طيب هل هو فعلا تكفي هذا المبلغ لا بالتأكيد ما يكفي هذا المبلغ وبالتالي لابد من وضع إجراءات إلزام من أجل أن يكون لجهد العراقي لقوة عمل العام العراقي حق حق فبالتالي موضوعة الإجهور هو جزء من قانون العمل والضمان الاجتماعي ومكملة مع بعضها من عام 2016 تم مناقشة قانون ضمان اجتماعي جديد إلى حد الآن لم يرى النور هناك مثل ما قال الأستاذ عبد الحسن فعلا هناك جهات في مؤسسات الدولة لا تريد أن يستقر هذا البلد وأن يأخذ مواطني حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية في ظل جائحة كورونا اللجنة الوطنية للسلامة الوطنية خصصت لعشرة ملايين إنسان يوميا ألف دينار من منهم من هذه اللجنة أو غيرها يعيش بألف دينار يوميا ومع ذلك حتى هؤلاء لم يستلموا هذه المبالغ لأنه توزعت بطرق الفساد والمحسوبية والحياقات بالضبط مثل ما ذكرها السيد الزياد اليوم كل واحد أخذ مجموعته وفتح لهم مشاريعها طيب اسمحوا لي عندي إضاح أرسل أنه السيد وليد السهلاني رئيس الخدمات والأعمار إضاح يقول فيه بأن اللجنة الخدمات والأعمار البرلمانية تراقب عملية التغيير الحاصلة لمنصب أمين بغداد بعد استقالة الأمين السابق وفي الوقت الذي نسجل فيه تحفظا وربضنا للآلية التي تم فيها اختيار الأمين الجديد إذ كان رئيس الحكومة وعلى الرئيس اللجوء إلى الطرق الدستورية والقانونية في تعيين الأمين الجديد حيث هناك نصوص دستورية حاكمة تلزم رئيس الوزراء بالرجوع إلى مجلس النواب بعد الترشيح لأجل التصويت من عدمه وهذا التعيين المباشر يهدم لآلية التعاون أيضا بين السلطتين ناكيك أيضا عن الاتزام بالسيرة الذاتية التي تستوجب عند التعيين لهذا المنصب الهام وهو المؤهلات التي يشغلها الأمين في السابق وبهذا الصدد أيضا فأن لجنة الخدمات سوف لن تتهاون بتطبيق دورها الرقابي في ضوء تلك المعطيات طبعا نشكر السيد السهلاني على هذا الإيضاح لبرنامج دائرة السلطة آملين أن يكون أيضا مفتاح جديد للبرنامج ولجنة الخدمات والعمار لأن بالضبط لأن عملها يصب بخدمة المواطن أرجع إلى السيد الزياد سيد الزياد يعني بسؤال أخير هاي الشريحة اليوم اللي بدأ نحملها أو تحمل كمنظمة عمالية محرومة من كل أساسيات المواطن حياته في العراق برأيك إلى متى سوف تتم هذه التشريعات برأيك متى سوف يكون العراقي قادر على الوقوف على قدميه بالتأثيرات هذه المجموعة إذا نتكلم عن بطالة عن فقر عن عدم تشريعات للقانون تفضل سيد الزياد طبعا قبل ما جاوبت على هذا السؤال حقا الأخ المشكور أبو مجيس المواطن اللي غرد هالتغريدة نعم لكن أحنا أسألة وأسألة المواطن العراقية والحكومة العراقية والدولة العراقية منذ 2003 إلى الآن يا شخص تعين بموجب روابط ورسائق يا مدير عام يا وقيل وزير يا وزير يا موظف يتعين ظهق روابط واختفاص ومهنية كل من يجبون حسب المحاصصة وحسب الاتفاق وهدمت الدولة بهذه الآلية وهذه الطريقة اللي الآن هم يحسن بها ما يكون هكذا كل الموظفين الآن وكل المدراء العامين بالدولة بالدولة العراقية سواء مزارة المالية ومزارة التخفيق والمزارات الأخرى وكلهم هم ناس ما مو موقفهم هذا ما يجوا على حسب سلسلة المواصع ومقالته كلهم يجوا وكذا وغيرهم يجوا بالواسطة والمفاوضات والأتاليب الغير الغير قد تمنعتهم الغير نظيفة ولذلك وفلوا هاي المناصب وفل شو الدولة فل شو أنهو الدولة عبادوها للدولة لأنه الرجل المناصب في المكان المناصب أما أنت تدقلين لي أنه إيش وقت راح يعيشون الفقراء ويحصلون على مخاطبهم ويحصلون على تأمين صحي ويحصلون على الرمان الصحي الحقيقة هذه تبتدي على جهودهم هما ينشطون في كل المجالات ينتقبون الناس اللي هما الأهل يعني أهل المصلح الحقيقيين أنا ليس من المرجحين ولا ألي أرشح ولا أمي أبدر أرشح أمضي ما يناسلني أمسكا لكن لمجلس النواط المفروض المواطن هذا الفقير هو الآن يصبح يعاني المفروض يعرف علم أن ينتخب هو ما مجال ما أمامه غير الإنتخاب ينتخب لأنه دولة الأكومة حالية الموجودة واللي قبلهم وأنا ما أحمل دولة جدد حتى الموجودين لا المسؤولية اللي القبلهم اللي مرجوا البلد ومرجوا قصاد البلد وفي هسك البلد تاركة تاركة قوية كانت أمو الخاص بس سمحيني أنه يعتمدون على بصمة وطبعهم ينطوها للمواطنين الكفوئين لأصحاب الحق الحقيقي في إدارة الدولة هذا الصحيح مو ينطوها لفلان وفلان نعم سيد أكثر وأكثر بهم هذا الغلط يعني سيد زياد أعتذر من عندك لضيق الوقت أيضا وأشكرك على المعلومات القيمة أيضا سيد ممنون الأستاذ عبد الحسن الزياد عضو مجلس ودارة الرجال العمال في العراق وعدان الصفار الأمين العام لإتحاب نقابة عمال العراق شكرا جزيلا لكم خلي نتجه إلى الهدف يقول غاندي هناك سبعة أشياء تدمر الإنسان السياسة بلا مبادئ المتعة بلا ضمير والثروة بلا عمل المعرفة بلا قيم العلم بلا إنسانية والعبادة بلا طرحية والتجارة بلا أخلاق وأما أعرف بهاي الخانة وأني هم منه مدى أعرف أنه أخلي العمال اللي لا الدهر أنصفهم ولا حتى الدولة أنصفتهم في أمان الله اشتركوا في القناة